اشتركوا في القناة ورفع من شاء بعدله ورفع من شاء بحكمته فله الحكمة في كل شيء له الحكمة البالغة والنعمة السابغة والصلاة والسلام الأتمان لأكملان على سيدنا محمد الذي هدى به بعد ضلاله ورفع به بعد خماله وأعز به بعد ذله وأغنى به من قلة وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل أمورهم فبلغوا بذلك الذروة العليا وزكاهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك حتى مدحهم بقوله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في معالم علم التزكية وفي مبادئه العشرة وما زلنا في تلك المقدمة التي لا بد لكل داخل إلى هذا العلم وغيره من العلوم من معرفتها وإدراكها وما زلنا مع المبدأ الثاني من المبادئ العشرة الذي هو موضوع علم التزكية ولقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى المجال الثاني من مجاليه وهو الروح والقلب والعقل والنفس وتحدثنا عن هذه الحقائق الأربعة وأنها حقيقة واحدة تغيرت بحسب الأحوال التي تعتري حقيقة الروح فتكون تارة روحا وتكون تارة قلبا وتارة عقلا وتارة نفسا بحسب ما يعتريها من الأحوال ثم بعد ذلك دخلنا إلى القرآن الكريم دخلنا إلى القرآن الكريم لننظر من مرآته إلى هذه الحقائق وكيف وصفه الله الذي هو عالم الغيب والشهادة وذكرنا أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الإحياء الذي حاول من خلاله أن يحيي هذا العلم في الفقه الإسلامي حتى يسير الفقه الإسلامي على جناحيه جناح الأحكام وجناح الحكم التي هي ثمرة العلم الشرعي والتي من أجلها بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ومما جاء في كتابه هذا من الفرق بين الروح البادية التي هي واجهة علم الشهادة أي التي واجهتها من جهة علم الشهادة أن المقصودة بالروح التي واجهتها من علم الشهادة هي الروح التي بها يقوم كل كائن حي وهي تسري في البدن سريان الماء في العود الأخضر أو سريان الكهرباء في أسلاكها أو سريان الضوء في ذرات المحل الذي يغطيه الضوء وهذا ليسه المبحث عند هؤلاء القوم وإنما المبحث عنه عند هؤلاء القوم هو تلك اللطيفة الربانية التي تدرك عن الله وتعقل عن الله وتتلقى عن الله فهذا هو المقصود بالروح عند القوم وهو المشار إليه بقول ربنا جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكذلك الشأن عندما توصف الروح بالقلب فالمقصود بالقلب هو تلك اللطيفة الروحانية الربانية التي تتلقى عن الله وتدرك عن الله وتعلم عن الله وتتصل بالله جل وعلا وتتلقى الوحي من رب العالمين جل وعلا وكذلك المقصود بالعقل فهو أيضا اللطيفة الربانية التي تتلقى عن الله وتعقل عن الله وتفهم عن الله والنفس كذلك لها الجانبان هناك النفس اللطيفة الرقيقة التي وصفها الله بأجمل وصف وأحسن وصف في قوله تعالى يا أيها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم نعود إلى وصف القرآن لهذا القلب وقد سبق لنا أن ذكرنا أن القرآن وصف القلوب بأوصاف متعددة أوصاف هي من أوصاف الذنب لأن أصحاب هذه القلوب هم الذين لطخوها ونجسوها بما تستحق به الذنب من الله رب العالمين وهناك القلوب الصافية النقية الطيبة التي وصفها الله بأجمل وصف وهي التي راعا أصحابها ونقوها وصفوها وحافظوا عليها حتى لا تتلطخ بما تلطخت به القلوب الأخرى ذكرنا أن الله تعالى وصف قلوبا بالقسوة وبالعمى كما وصف هذه القلوب بالطبع طبع الله على قلوبهم ووصفها بالختم ختم الله على قلوبهم ووصفها بالران كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ووصفها بأنها تصغى لوسوسة شياطين شياطين الإنس والجن ثم بدأنا فيما سبق نجول في القرآن الكريم لنرى تلك القلوب الطيبة الطاهرة النقية الصافية التي مدحها الله بأجمل مدح وصفها الله بأجمل وصف وأحسن وصف من هذه الأوصاف التي وصف الله بها هذه القلوب قوله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فوصفها باللين ووصفها كذلك بالهداية كما سبق ووصفها سبحانه وتعالى بالإنابة في قوله سبحانه وتعالى من خشي الرحمن وجاء بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فوصف الله القلب هنا بالإنابة بالإنابة إليه سبحانه وتعالى كما وصفها سبحانه وتعالى في مقام آخر بالسلامة التامة الكاملة هذه القلوب المهتدية هي القلوب التي ما زالت على خلقتها الأصلية وكمالها الأصلي فهي لم تدنس بما تدنست به تلك القلوب الأخرى التي على ضدها وهذا العلم إنما يهتم بإعادة هذه القلوب إلى أصلها الأصيل وإلى وضعها الأفيل وإلى أصل خلقتها كما خلق الله لأن الله خلق هذه القلوب كاملة وقابلة للزيادة في الكمال لأن الله جل جلاله موصوف بالكمال في الذات وبالكمال في الإسماء والصفات وبالكمال في الأفعال فهو كامل في ذاته كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في أفعاله فلا يصدر منه إلا الكمال فخلقه كله خلقه على وجه الكمال وعلى وجه الحكمة التامة فكل ما صدر منه سبحانه وتعالى فهو على تمام الكمال وعلى كمال الجمال وإنما شياطين الإنس والجن هم الذين يحدثون الفساد في خلقه سبحانه وتعالى ولذلك قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي أن الله عز وجل خلق الأرض كاملة على وجه الكمال والتمام وإنما أتى شياطين الإنس والجن ليفسدوا فيها بواسطة إبليس الذي يقودهم الفساد في الأرض قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومن ثم فإن الله قد خلق هذه الفطرة وهذه القلوب كاملة وقابلة للزيادة في الكمال وشأن هذا العلم أن يرد هذه القلوب إلى كمالها وإلى تمامها وإلى جمالها وإلى صفائها وإلى بهائها لتعود لها السلامة التامة الكاملة بعد إليهاielها وإلى قلقها والحسب لتعود إليها الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل بعد شروضها وهروبها وليعود إليها اللين واللطف والرقة والرحمة بعد أن شابها شيء من القساوة والشدة والتحجر هذا شأن هذا العلم إذن شأن الله عز وجل في خلقه أن خلق كل شيء على التمام والكمال كما أنزل كتبه على التمام والكمال خلق خلقه على التمام والكمال فكتابه المصطور على التمام والكمال وكتابه المنظور على التمام والكمال وهناك أمثلة ونماذج من هذا الكون المنظور ترينا وتفصح لنا عن تمام ما خلق الله في هذا الكون وعن كمال ما خلق الله في هذا الكون فمن ذلك الماء لأسيما الماء الذي ينزل من السماء هذا الماء ينزله الله تعالى أطهر وأنقى وأصفى قال الله عز وجل في بيان هذا الماء الذي ينزل من السماء وأنه الماء الطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وآناسيا كثيرا طهور والطهور مبالغة في الطهر وأنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره ومن ثم فإنه هو الماء الذي به يتطهر العبد ليناجي ربه ومن ثم كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يرى القطرات التي تتنزل من الله سبحانه وتعالى من السماء كان صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا الماء يتعرض لهذا الماء ويكشف صلى الله عليه وسلم بعض جسمه ليصيبه شيء من هذا الماء الطهور وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه أي لا يزال غضا طريا حديث عهد بربه فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يتبرك بهذا الماء ولذلك سماه الله تعالى فئات أخرى مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا لماذا ربنا سبحانه وتعالى ذو الكمال والجمال خلقه كذلك على الكمال والجمال وخلقه سبحانه وتعالى على التمام وخلقه سبحانه وتعالى مباركا تماما مباركا ولكن هذا الماء عندما يتلبس بالقاذرات وبالأنجاس فإنه يتنجس عندما يتلبس بالقاذرات وبالأنجاس وبالأكدار يتكذر ويتنجس ولا يعود صالحا للطهارة التي بها يناجي العبد ربه وخالقه وسيده وهكذا القلب عندما يتنجس بالكفر أو الشرك أو المعصية فهي أنجاس وأرجاس إنما المشركون نجس كما قال الله عز وجل نجس فلا يقرب المسيط الحرام بعد آميم هذا فالقلوب كذلك تخلق طاهرة كما يخلق الماء طاهرا فإذا اتصلت هذه القلوب بما ينجسها ويرجسها ويكفرها ويجعلها داخلة في الشرك بالله تبارك وتعالى فإنها تنجس وتقذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه كل مولود يولد على الفطرة على الفطرة التامة الكاملة النقية الصافية الزكية التي لو نطقت لقالت الله ولو نطقت لقالت لا إله إلا الله ولو خليت بينها وبين ربها ما أشركت بالله أبدا لو خليت بينها وبين ربها وخالقها وفاطرها وسيدها لا تشرك بالله أبدا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأبواه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمشرسانه أو ينصرانه أو يهوذانه فتتنجس هذه الفطرة المسكينة ويتنجس هذا القلب فلم يعد صالحا لماذا لم يعد صالحا لطهارة القدس فإننا نطهر الأبدان بالماء الطاهر من أجل أن تقف هذه الأبدان بين يدي الله طاهرة بأطهر مادة في الحياة ولتقف هذه القلوب أيضا طاهرة بين يدي الله لمناجاته سبحانه وتعالى فهما طهران لا بد منهما طهر في القلب عندما يعود القلب إلى أصله الذي هو تمام الطهارة وكمالها ونقاؤها وصفاؤها وعندما يتطهر هذا الجسم بهذه المادة الطاهرة التي هي طهارة الماء فإذا الماء طاهر في أصله وإنما يتنجس ويتقدر ويتكذر بما يلابسه من الأنجاس والأقدار والأوساخ ومن هذه الأمثلة والنماذج أيضا الماء المعتصر من العنب فالماء المعتصر من العنب يكون أنقى وأصفى وأطهر وأنفع ففيهم المنافع وفيهم الفوائد ما لا يحصى ولكن هذا الماء المعتصر من العنب عندما يكذر وينجس ويوسخ ويقذر بمادة السكر فإنه يتحول من ذلك الطهر ومن ذلك النقاء ومن ذلك الصفاء ومن تلك المنفعة ومن تلك الفائدة الكبيرة ومن ذلك الشفاء الذي يشفى به الإنسان يتحول إلى ماذا إلى مادة ضارة وإلى مادة مفسدة فاسدة بسبب ماذا بسبب ما خالطه من مادة السكر التي أفسدت منافعه وجعلته ضارا مضرا فاسدا مفسدا ولذلك عندما نريد أن يعود هذا المعتصر وهذا العصير إلى طبيعته نزيل منه تلك المادة التي أفسدته وهي مادة السكر فيصبح حينئذ خلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل ذلك لأنه قد زال منه ما يفسده ولذلك قرر الفقهار رحمه الله أن المعلوم يزول بزوال علته أن الحكم يزول مع زوال علته بمعنى أنه يدور مع علته وجودا وعدما فكان ضارا مضرا فاسدا مفسدا حينما كانت فيه علة الفساد وعلة الضرار والإضرار وعندما زالت هذه المادة التي أفسدته عاد إلى أصله وهكذا القلوب عندما تزول علة فسادها فإنها تعود إلى أصلها وتناجي ربها وتصلح حينئذ لمناجات رب العالمين جل جلاله لأنه قد زالت العلة التي حالت بينها وبين عودتها إلى أصلها الأصيل وهكذا الأغذية أيضا الأغذية خلقها الله عز وجل نقية صافية آهرة نافعة نافعة كل الأغذية التي تنبت في الأرض فإن الله عز وجل الذي ينبتها ينبتها على التمام والكمال والجمال ينبتها سبحانه وتعالى على البهجة وعلى ما يدخل على الإنسان الفرحة الفرحة والبهجة كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وأنا نافيها من كل زوج بهيج هكذا الأغذية كلها التي توجد على سطح الأرض ولكن هذه الأغذية من ثمار وحبوب وما إلى ذلك لو دخلت في مسالك نجسة قذرة لتنجست وتقذرت ولذلك عندما تؤكل وتسلك في تلك المسالك التي فيها من النجاسات والقذارات ما فيها فإنها تتنجس وتتقذر بخلاف لو أنها سلكت مسلك الطهارة والنقاء لو بذرت في الأرض مثلا واختلطت بالماء الطاهر الذي وماء السماء فكانت في تلك المسالك الطاهرة وسقيت بذلك الماء الطاهر فإنها تنبت وتخرج النبات الطاهر والغذاء الطاهر لماذا لأنها سلكت في مسالك تليق بها في مسالك الطهر بذرناها في الأرض فاختلطت بمادتين طاهرتين مادة الأرض التي ما زالت على أصلها ما لم يفسدها الإنسان كما هو شأن الناس اليوم ما لم يفسد هذه الأرض بالمواد بتلك المواد الكيماوية التي زادت على القدر فأفسدتها أما لوضعت هذه المواد بمقدار في هذه الأرض ثم بعد ذلك سقيت هذه البذور سواء كانت بذور حب أو بذور ثمار بذلك الماء الطاهر لأن تجت تلك الثمار الطاهرة وهكذا كل شيء مما خلق الله جل جلاله فإذا وضع في موضعه بمقتضى حكمته لأن الحكيم سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه اللائق به وهكذا كل شيء في هذا الكون بحكمة تامة بالغة فإذا رأيت عوجاجا أو فسادا أو خللا فإنما هو من الإنسان المسكين الذي لم يحسن الخلافة عن ربه ولم يحسن التصرف بمقتضى ما شرعه ربه سبحانه وتعالى له ليسير به في هذا الكون كما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولا تخسر الميزان لأن كل شيء في هذا الكون بميزان ولكن الإنسان هو الذي يخسر الميزان في كل شيء ولا تخسر الميزان ونرضى وضعها للنام فيها فاكية والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكم هاتكذبان إنها الصورة التي تضع الميزان لهذا العبد المسكين هذا العبد الجاهل الذي منى الله عليه فأخرجه من العدم وأسكنه هذه الأرض ليكون فيها خليفة ويحسن الخلافة فيها كما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قال الله للملائكة عندما خلق هذا الإنسان إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة خافوا أن يفسد هذا المخلوق في كون الله الذي هو على التماب والكمال قالوا أتجعل فيها منفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فإني خلقت هذا الإنسان لأختبره ولأمتحنه وسيكون فيه من الأنبياء والمرسلين والمقربين والصالحين والشهداء والمؤمنين لذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى يصف هذه القلوب في القرآن الكريم بهذه الأوصاف الجميلة الرائعة التي ذكرنا فيما سبق أما إذا دخلنا إلى سنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فنجده صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يصف القلوب أيضا بأوصاف عجيبة لأن الله عز وجل الذي لقنه هذه الأوصاف وأوحى إليه بها كما قال ربي جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحين يحى فأطلعه الله عز وجل على القلوب وما فيها من عجائب وما فيها من أوصاف لا يعلمها إلا علام الغيوب ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله ورسول ما قال القلوب قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوجي كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إنه وصف دقيق للقلوب من لدن من علمه من علمه سبحانه وتعالى من علوم غيبه ما أوحى به إليه فهو الصادق المصدوق الذي كشف الله له عن ستر القلوب فجلاها له ورآها بعين قلبه الذي زكاه الله حيث قال ما كذب الفؤاد ما رآه ما كذب الفؤاد ما رآه أي كل ما رآه الفؤاد فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الحق كل الحق كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص حين كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه الناس نهاه الصحابة وقال له إنك تكتب كل شيء مما تسمع من رسول الله صلى الله وسلم ورسول الله بشر رسول الله بشر ينطق عليه الصلاة والسلام في حالة الغضب فجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما نهاه عنه الناس فقال يا رسول الله لقد نهان الناس أن أكتب عنك كل شيء فهل أكتب عنك كل شيء مما تقوله قال نعم يا عبد الله أكتب كل شيء سمعته مني أكتب كل شيء سمعته مني فإني لا أقول إلا الحق فإذ ما كذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طعى فهو البصر المزكى المعصوم وهو الفؤاد المزكى المعصوم وهو العقل النبوي المعصوم بعصمة الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى هو الذي ينطق هنا فيقول عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب هكذا بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار وعلى الاستقبال فالقلوب في كل لحظة معرضة للفتن كل لحظة لماذا؟ لأننا في دار الاختبار والامتحان فالامتحان لا يتوقف امتحان لا يتوقف عجلة الامتحان لا تتوقف في كل لحظة في الليل والنهار والصباح والمساء فلا يرفع الامتحان والاختبار إلا حين يغادر الإنسان دار الامتحان والاختبار لينتقل إلى دار الجزاء قال الله جل جلاله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا الامتحان المستمر الذي لا انقطع أبدا بالليل والنهار الصباح والمساء في السفر والحظر في السقم وفي الصحة في السراء في الضراء في الشدة والرخاء حتى في النوم حتى في النوم فإنه على حسب نومك فإن نمت ذاكرا لربك فهنا يختم لك في نومك بماذا بالخير فهناك ملك موكل بك ليختم لك بالخير وهناك شيطان بإزائه يحاول أن يختم لك بالشر إنه الامتحان الامتحان بين الخير والشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن ترجعون هذا ينتظر منك بماذا ستختم يومك هذا وهذا انتظر منك بماذا ستختم يومك هذا هذا انتظر منك بماذا ستودع يومك لتدخل في عالم النوم بما ودعت به نهارك وهذا ينتظر منك بماذا ستودع يومك لتدخل في عالم النوم بما ودعت به يقضتك فإن ودعت يقضتك بالذكر والخير استمر كاتب الحسنات الملك الكريم يكتب ذلك ويستمر معك في نومك ويكون بمثابة الشعار الذي هو على جسمك يحميك من ذلك الشيطان فيقول للشيطان لا مكان لك هنا ولا مقام لك هنا اذهب فيفر الشيطان ويبقى الملك معك طول ليلك كلما استيقظت ذكرك بالله أنت تتقلب في نومك وكأنك في عبادة فتتقلب في عبادة ربك طول يومك طول ليلك إلى أن تستيقظ على ذكر الله رب العالمين فإذا الفتن تعرض على القلوب كل القلوب إلا قلوب الأنبياء التي عصمها الله تبارك وتعالى وحماها ما هذا الأنبياء؟ كلهم تعرض الفتن عليهم عرضاً كعرض الحصير عوداً عوداً هكذا والقلوب أمام الفتن لا تخرج عن نوعين ولا تتعدثنين ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فأيما قلب أشربها هكذا بهذا التعبير النبوي البليغ أشربها بمعنى وجدت الفتنة ما كانها في هذا القلب وجدت قابلية قابلية في هذا القلب الذي شبها بالإسفنج وهو القابل للمادة التي تلامسه فأيما قلب أشربها كما قال الله تعالى في بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل أي أشربوا في قلوبهم حب العجل لأن العجل لا يمكن أن يشربوه العجل مادة مجسمة مجسدة والقلوب إنما تشرب المعاني فأشرب إذن حب العجل وهكذا هذه القلوب التي أشربت حب الفتن وجدت الفتن مكانا لها وقرارا لها ووجدت قابلية في هذه القلوب فأشربتها لأن صاحبها المسكين لم يحمي قلبه ولم يصنه ولم يرعاه ولم يحرصه فإن الإنسان هو حارس قلبه وقد مكنه الله تبارك وتعالى من وسائل الحراسة التي بها يحمي قلبه وبها يحفظ قلبه إذن فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء إذن فالقلب قبل ذلك كان محميا من الفتن محفوظا منها ولكن ما أشربها نكتت إذن قبل ذلك لم يكن هناك التفات إلى هذه الفتن المعروضة عليه بل كان طاهرا نقي على أصله أي على سلامته وعلى إنابته وعلى هدايته وعلى لينه وعلى نقائه وعلى صفائه وعلى كماله لكن لما أشرب هذه الفتنة ما الذي حصل حصل أن نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها لماذا لأنه لا صلة له بها فهو محمي محفوظ من قبل من قبل صاحبه ولا زال يحتفظ بأصله وبفطرة الله التي فطره عليها ومن ثم كان بينه وبين هذه الفتن حجاب حجاب فلم تستطع هذه الفتن أن تصل إليه لأنه يلفظها لفظا كلما اقتربت منه يلفظها لفظا وينكرها إنكارا لأنه ليس فيه أي عنصر من العناصر التي تتقبل هذه الفتن وليس فيه أي جاذبية التي بينها وبين هذه الفتن صلة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأي ما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء إنه الكمال الذي يتجدد فقلب كامل لا زال على كماله يتجدد فيه الكمال كلما حاولت الفتن أن تدخل إليه كلما ازداد لمعانا مثله مثل الذهب لأن الذهب كلما أوقد عليه النار كلما ازداد صفاء وازداد لمعانا وهكذا القلوب كلما انتحنت بهذه النار التي هي نار الفتن كلما ازدادت إشراقا ولمعانا ولذلك قال الله في أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام وفي من سار على نهجهم في صورة الحجرات أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم امتحن قلوبهم فلما امتحنت هذه القلوب قلوب الصحابة للتقوى أي لتصل إلى هذه المرتبة العالية حتى تكون التقوى لازمة لهم لا تفارقهم كما قال الله تعالى في صورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى ألزمهم لأن الله اطلع على قلوبهم فوجدها قابلة لهذا الإلزام الله لا يلزم أحدا بالرغم ولكنه سبحانه تعالى اطلع على قلوب فرحة مستبشرة ساعية إلى التقوى فأراحهم الله تعالى وقال لأصحاب هذه القلوب أبشروا فأنا ألزمكم بهذه الكلمة العظيمة وستستمر قلوبكم على التقوى حتى تلقون وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها أحق بها فلما كانوا أحق بها وأهلها ألزمهم بها هكذا الرب الكريم حليم الرحيم جل جلاله يلزم هذه القلوب بالتقوى بعد مرحلة الامتحان أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فلما تأهلت للتقوى ألزمهم بالتقوى قلوب ألزمها الله تعالى التقوى هل يستطيع إبليس أن ينال منها لا أبدا ولا أن يقترب منها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء أي زاد نورا على نور وصفاء على صفاء وكمال على كمال وبهاء على بهاء وإبصار على إبصار وإشراق على إشراق ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين أي حتى تصير هذه الفتن مع هذه القلوب ومع عرضها على هذه القلوب على قلبين لا ثالث لهما على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض تتصير على هذا القلب الأرقاء والأنقاء والأتقاء والأصفاء الذي شبهه عليه الصلاة والسلام بماذا شبهه بقوله عليه الصلاة والسلام على أبيض مثل الصفاء أبيض تمام البياض مثل الصفاء وهي الحجارة الملساء تلك الحجارة الملساء التي لا يستقر فيها وسخ أبدا لا يستقر فيها لا يستقر فيها شيء مما لا يليق بها ذلك لأنها صارت أصفى صارت هذه القلوب أصفى أصفى من الزجاج وأصفى من الصفاء وصارت أبيض من كل بياض وأنقى من كل نقاء لأن للقلوب أحوال عجيبة عندما تصف هذه القلوب بإذن ربها جل وعلا وتصان من هذه الفتن فإن لها لعجائب فقد تبصر كلمات الله التي تنزل من السماء قبل أن تصل إلى قلب من أنزلت عليه كقلب عمر رضي الله عنه كان يبصر الوحي قبل أن يصل إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينطق بالآية ينطق بالآية ينطق بالآية قبل أن تصل إلى قلب المصطفى وهناك آيات متعددة كثيرة وافقت ما في قلب عمر وافقت أمنيات عمر فهو نطق بقوله سبحانه وتعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى حين طاف مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام إبراهيم قال يا ليت ربنا يأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فينزل جبريل مباشرة بالآية وهكذا آيات فهذا القلب الصاف النقي الطاهر يبصر حقائق الكتاب المصطور كما يبصر حقائق الكتاب المنظور بهذا الصفاء وبهذا النقاء وبهذا الطهر وبهذا الجمال وبهذا الكمال ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض فسوف نتنم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يصف بها مكنونات الصدور وأسرار القلوب الذي أطلعه على ذلك علام الغيوب اللهم نق قلوبنا من كل صف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر